اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الموجزة لأهم أخبار الاقتصاد قال النائب محمد الخالد حكومة الكاظم لا يمكنها إرسال موازنة 2022 إلى مجلس النواب الموافقة عليها لأنها من الناحية القانونية حكومة تصريف أعمال وضاف النائب أنها موازنة تصدر تحتاج إلى أدوات تنفيذية لتطبيقها والأمر سيكون صعباً إن كانت تجري وفق مسارات لا تتطابق مع رؤية الحكومة الجديدة مؤكداً ضرورة اعتماد أطور الصرف المعروفة لإدارة أمور الدولة وصرف الرواتب حتى تشكيل الحكومة لأن ملف الموازنة معقد إذا لم تشك الحكومة في الأشهر المقبلة قال خبراء اقتصاديون أن الواقع الزراعي في العراق مهدد بسبب ظاهرة هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة بالدرجة الأساس وضاف الخبراء أن الحكومة مطالبة بإقرار خطط استراتيجية بعيدة المدى وعدم الاكتفاء بالإجراءات الآنية فقط ويجب أن تركز تلك الخطط على إعادة توطين الفلاح في الريف وهذا الأمر مرهون بتوفير خدمات وأبنى أساسية الحياة والزراعة وتوفير التسهيلات لكي يعود الفلاح إلى أرضه حفاظا على الثروة الزراعية لعراق ضمن محاولات التنصل من المسؤولية قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الحالية حميد النايف أن الوزارة اقترح الزراعة مساحة تبلغ خمسة مالين دونم لكن وزارة الموارد المائية لم توفر المياه الكافية للمساحة المحددة وأضاف النايف أن المساحة المخصصة للزراعة في البلاد غير كافية لسد الاحتياج المحلي كما هو الحال في السنوات السابقة مرجحا خفاض إنتاج المحاصيل إلى نحو ثلاثة ملايين طن منها وهو رقم غير كاف لتجهيز مفردات البطاقة التموينية احتل العراقيون المرتبة الثانية بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراء العقارات في تركيا وفقا لهيئة الاحصاء التركية نشرت وكالة الأناظول للمبا فبحسب الاحصائية التركية فقد سجلت مبيعات العقارات التركية الأجانب زيادة بواقع 31% في شهر آذار الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021 قد جاء ليرانيون في المركز الأول في شراء العقارات التركية بـ 784 منزلا ثم العراقيون بـ 741 يليهم الروس بـ 547 منزلا ذكرت شركة تسويق النفط سومو أن أسعار النفط الخام العالمية تأثرت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية الأمر الذي دفع العديد من الدول المسترية للنفط الخام للبحث عن بداء لأقل كلفة لتلاف الخسائر الناجمة عن ازدياد الأسعار وذكرت شركة وجود مساعي لعدم تخلي الهند عن النفط العراقي مقابل الروسي بعدا وجدت بعض الدول ومنها الهند أن النفط الخام الروسي يباع بخصومات سعرية كبيرة جدا بديلا عن النفط الخام المنافس مما جعلها تشتري كميات كبيرة جدا من النفط الروسي في شارع أذار تجاوزت مستويتها المسجلة لعام 2021 الماضي إليكم الآن مشاهدين الكرام أسعار العمولات والمعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة